أهلا بكم من جديد في الدرس الثالث الوحدة الثانية نتعرف في هذا الدرس على تصنيف الحاسبات تصنيفها على حسب التركيب التقني تصنيفها على حسب الغرض من الاستخدام تصنيفها على حسب الحجم والقدرة التنفيذية وسنتعرف عليها بالتفصيل النوع الأول تصنيفها حسب التركيب التقني نقصد به تصنيفها على حسب تركيبها التقني ونوعية البيانات وطرق معالجتها نقسمها إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الحاسبات التناظرية وتعتمد على مبدأ القياس والتقويم والمقارنة في عمليات المعالجة تستقبل مجموعة من البيانات المتعلقة بالظواهر الطبيعية مثلا كدرجات الحرارة وكذلك اتجاه الريح وسرعة الريح لدينا النوع الثاني الحواسب الرقمية تعتمد على استقبال بيانات على شكل أحرف وأرقام يتم تحويلها إلى شحنة كهربائية بمرور هذا التيار أو عدمه ويتم تمثيلها بصفر أو واحد وصفر تعني عدم مرور هذا التيار وواحد مرور هذا التيار جمع عمليات الحواسب التناظرية والرقمية نستطيع جمعها فيما يسمى بالحواسب المهجنة ويتم مزج صنفين الذي هما التناظري والرقمي بحيث تسمح لنا بزيادة سرعة الأدام حيث نستخدم المبدأ الرقمي 0-1 في عملية إدخال هذه البيانات وعند إخراجها يتم إخراجها بالمبدأ التناظري لهذه البيانات النوع الثاني تصنيف الحاسبات حسب الغرض من استخدامها هناك حاسبات متعددة الأغراض تستطيع القيام بالعديد من الأعمال وليست مقصورة على غرض معين أو مهمة محددة النوع الثاني حاسب تخصصي ويستخدم في أغراض خاصة ومحددة كالحواسب المستخدمة في المركبات الفضائية أجهزة التحكم في السيارات الحديثة وكذلك بعض الأجهزة الإلكترونية النوع الثالث نصنف الحاسبات بناء على حجمها وقدرتها التنفيذية وهذا التصنيف هو التصنيف الشايع الذي نستخدمه في حياتنا اليومية هناك النوع الأول من الحجم والقدرة التنفيذية ما يسمى بالحاسب الفائق أو السوبر كمبيوتر يمتاز هذا الحاسب بسرعته وقدرته التخزينية الهائلة حيث يستطيع تنفيذ عمليات عديدة في زمن القياسي من النانو الثانية ويستخدم في المؤسسات الضخمة في مراكز الأبحاث وشركات الطيران النوع الثاني الحواسب الكبيرة أو المين فريمز تمتاز بسرعة أدائها تنفذ العديد من العمليات بدقة وجودة عالية بالإضافة أن تكلفتها تعتبر مرتفعة والسبب يعود أننا نستطيع تطوير هذه الأجهزة لاحقا بحيث نستطيع إضافة بعض المكونات الهاردوير ومن ثم إضافة بعض المزايا لاحقا النوع الثالث أو الشكل الثالث من تصنيفها حسب قدرتها إلى الحواسب المتوسطة المين كمبيوتر وهذا منتشر وشائع الاستخدام ويعد ذلك بسبب التكلفة المتخفضة مقارنة بالأنواع السابقة يميز هذا النوع صغر حجمه كذلك يميزه قدراته في عمليات معالجة البيانات بقدرة كبيرة نستطيع استخدامه في الأغراض التجارية والإدارية وهو شائح الاستخدام النوع الأخير وهو المنتشر بيننا وهو الحاسب الصغير أو المايكرو كمبيوتر أو البي سي الخاص فيه ويمتاز هذا النوع أنه صغير الحجم رخيص الثمن يعتمد على أنواع صغيرة من المعالجات نستطيع استخدامه في الأغراض الشخصية في المنزل في الأعمال البسيطة وهو شائع الاستخدام أشكركم لمتابعتكم لي في هذه المحاضرة ونلتقي في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر